رحمة مهدئة واب العزة قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لم يقل رحمة للمسلمين رحدك للعالمين ولم يقل للمؤمنين ولا الموحدين للعالمين أنا دي بس نموذج واحد في واحد كيف كان النبي قدوة لما جا الشاب بيقول له رسول الله ائذن ليه في الزنا والناس قاموا عليه ليسجروا شوف النبي بالأدب مسح على صدر وبهدوء وبعقل وبالحكمة وبالإقناع وبالمنطق وبالإنسانية أترضاه لأمك بهدوء النفس قال لا لا أترضاه لأختك أترضاه لابنتك أترضاه لعمتك أترضاه لخالتك والشاب يقول لا فيقول والناس اللي يردونه لا لأمهاتهم ولا لبناتهم ولا لأخواتهم افعل ما شئت كما تدين وتدان يقول الشاب جئت إلى رسول الله وأنا لا أقوى على البعد عن الزنا وعدت وما شيء على وجه الأرض أبغض إلي منه الحتة الثانية سيدنا معاوية ابن الحكم السلمي يقول بينما أنا أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ عطس عاجل من القوم الرجل كان حديث عهدي بالإيه؟ بالإسلام فقلت يا رحمك الله يقول فرماني القوموا بأبصارهم أحدوا مين دا اللي عمل فقل فلما لقيتهم عملين دي رموني قلت إيه؟ ما شأنكم مزوادها يعني قال أول يا رحمك الله فلهم بيبص قال لهم حديث عهد خد النصر كل المتعلق ترفق كالطبيب كلهم قال لهم ما شأنكم تنظرون إلي الرجل مش عارف فقولوا ما شأنكم خدوا بالرحة ليس معاندا الرجل ليس معاند الرجل طيب بالسواب مش عارف علمه ما اللي يعلم علمنا ما شأنكم تنظرون إلي فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخازهم بدأوا يعني الحد إيه زي يقول فلما قيتم يصمتونني سكت فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأبي هو وأمي ما قيتم معلما ما أيتم معلما قبله ولا بعده أحسن منه تعليما ما أيتم معلما قبله ولا بعده أحسن منه تعليما والله ما قهاني ولا ضابني ولا شتمني وإنما بيجوء قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التزبيح والتكبير وقاءة القوان حزن نبي صلى الله عليه وسلم الأعراب اللي دخل وبال في جنب المسجد وقاموا إليه يزجره دعوه لا تقطعوا عليه بولتها وأيقوا على بوله زنوبا من ماء أو سجل الرجل كان حديث عاد بالإسلام وحتى الرجل بقولك لما زجعوه في بعض الضوايات قام الرجل فقال أعلي صلي ودعه اللهم أحمني ومحمدا ولا طاحا معنا أحدا قال لك النبي الضحيم ده والجماعة اللي كانوا عايزين يأذونه ويسجونه دون قال اللهم أحمني ومحمدا ولا طاحا معنا فالنبي صلى الله عليه وسلم تبسم حتى بدت نواجزه وقال له لقد حجعت واسعا لقد ضيقت إيه واسعا ولذلك شوفا